احتفل مشجع منتخبات بلجيكا والمانيا وفرنسا لكرة القدم بالتأهل إلى الربع نهائي كأس أوروبا 2016 المقامة في فرنسا حتى العاشر من تموز يوليو فقد أهل منتخب بلجيكا إلى الربع النهائي إثر فوزه على نظيره المجري بأربعة أهداف لصفر على أن يواجه في الدور المقبل منتخب ويلز الذي تأهل على حساب إيرلندا الشمالية 1-0 إن نظرت حولك لا رأيت مشجعين أتوا من أماكن مختلفة الجميع أتوا وهم مؤمنون بقدرات بلجيكا وهذا مهم وأنا أيضا أظن أن في وسعنا الفوز في الكأس وفي وقت سابق لم يجد المنتخب الألماني بطل العالم صعوبة في تخطي عقبة نظيره السلوفكي وبلغ الدور ربع نهائي من كأس أوروبا باكتساحه بثلاثة أهداف لصفر بينما بلغت فرنسا المضيفة الدور المقبل بفوزها على جمهورية إيرلندا بهدفين لهدف واحد بعدما كانت متأخرة بهدف لصفر في الشوت الأول اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر